مساء الخير جميعاً كنا عارفين من قبل المباراة إنها مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا من أول دلوقتي كل مباراة بعد كده هتكون بالنسبة لنا بمثابة مباراة نهائية ودائماً الماتش القادم هو أهم حاجة بالنسبة لنا سعيدت جداً بمجهود اللاعبين أو بأداء اللاعبين في المباراة لأنهم عملوا تمارين يومية وشغل يومي ممتاز جداً فيه طبعاً خطة للمباراة بنحاول نحن نطبقها وده بنحاول نظهرها في المباراة ولكن بتاخد وقت شوية عبر ما تطلع بالشكل الكامل ولكن أحب أحاول اللاعبين وأشكرهم جداً لأنهم أثناء أسبوع الماضي أدوا تمارين جيداً واجتغلوا بشكل جيد جداً من أجل أن يكونوا جاهزين للمباراة ونأدي مباراة جيدة وأشكر الجمهور الرائع الجمهور النادي الأهلي اللي دعمنا أثناء المباراة أنتم مهمين جدا بالنسبة لنا لأن الطريقة طويل قدامنا وأكيد هيبقى في مبارايات مش هتمش بنفس الطريقة بتاعة مباراة اليوم وأكيد هيكون دعم الجماهير مهم جدا بالنسبة لنا وأساسي من أجل أنه يدي ثقة لللاعبين ومن أجل أنه نقدر نقتنس بي الفوز وطبعا كان مهم جدا بالنسبة للمدرب النهاردة أنه يحاول يتحكم في مجهود اللاعبين عشان يقدر يزبط المجهود مع المباراة القادمة واللاعبين على مستوى زكاء عالي كانوا متفاهمين جدا أننا معانا خلال كميوم مباراة لسا قادمة بالنسبة لنا ومهمة بالنسبة لطريقنا ما كانش فيه طبعا التنظيم الجايد جدا أو التوازن من بعد الشرط الأول ولكن المدرب بيقول أننا قدرنا برضو أننا نقفل الخطوط ونقرب المساحات ما بين لعبين الفريق كان مهم جدا بالنسبة لنا أننا لن نتحمل أهداف النهاردة لأن طبعا بدون تحمل أهداف نكون إحنا الأقرب للفوز في المباراة برجونتش سؤالي هو سؤالي هو شوفنا المعربة حسام حسن هو الفروض الأساسي والمهاجب الأساسي من الذل هل مستر سوارش لمهاجد هو يعتبر علي الأهل بفترة تلكية هو هدى مهاجد من الأهل الأساسي لأنه بل في خلال المباراة كان خطط الأهل يعتبر على حسام حسن فهذا كانت أجل بحقًا لها ولم يجب أن نعرفه يجب أن يجب أن نعرفه والفتحال جديد بحقًا دعوة صفحة الانساء ولن يجب ان يقوم بحقًا يجب أن يجب أن تساعد وبدأه الغزار لتدربة المعارضة كل مباراة بيبقى لها الكصة والأحداث بتاعتها وكل اللاعبين مهمين جدا بالنسبة لي وأثناء الأسبوع بتبقى اللاعبين المفروض أن هي بتشتغل من أجل أن وقت ما المدرب يستطيع حد منهم يكونوا جاهزين ويردوا بنفس الشكل اللي حصل النهاردة نحن أريد أن نعمل ثقافة استحقاق داخل النادي إن اللي بيشتغل أكثر أكيد هيكون ليه الحق أنه يلعب وهيكون أكيد هو اللي ظاهر في الملعب موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن المرحلة الأولية لابد منها تنظيم الفريق على مستوى الدفاعي. يعني كان حتى الأساس بتاع العمل في الشغل مع الفريق كان كله على الجانب الدفاعي. ولكن الأسبوع الماضي طبعا كان الوقت متاح شوية بالنسبة لنا. إدرنا أن نحط بعض الأفكار برضو على المستوى الهجوم. طبعا كان مهم جدا أن اللاعبين قدروا تستوعب الأفكار خلال الأسبوع الماضي. وإدرنا أن نحن برضو من ساعة وصول المدرب إلى الآن. واللعبين بتستوعب الأفكار وبتحاول أن نتطبعها في الملعب. وهذا الذي أدى لنا شكل جيد في المباراة. ولكن برضو ما زال قدامنا طريق لازم أن نمشي عليه. طريق جيد من أجل أن نعبره. أسأل تقنبيًا عن البادر سيكون لدينا حين الملعب في الملعب. البادر هو أكثر من المعرفة. البادر بلنسبة للاعب موجود في الفريق. وأنا ذكرت لكم قبل كده أن بالنسبة لكل اللاعبين أعتمد عليهم وليهم أهميتهم في الفريق الأمور واضحة جدا مبيني ومبين اللاعبين لازم أنهما يظهروا كل يوم مستوى تنافس عالي جدا مبينهم وأكيد طبعا بنختار الأفضل وبيبقى فيه طبعا بعض الأماكن التي تظهر من مباراة أخرى مباراة النهاردة تعتبر من نسبة لنا عدة خلاص احنا بنفكر في المباراة اللي جاية فيه تمارين قادمة لازم اللاعبين تظهر المستوى المطلوب من أجل أنها تشارك في المباراة القادمة وكذلك في المباراة بدهت أخرى وبإمكاننا التواصل الوقت وعندنا المباراة الشيء فإننا كان لدينا تبديو وكذلك واحدة تتأكد موضوعاً لدينا وكما أنها مرحبت وكما أنت تبديوه وكما أننا تبديوها فقد موجودة لدينا مطالباً وفقرة القدم في أكثر من شكل من أجل الفوز لا يوجد طريقة واحدة أو ثابتة من أجل الفوز لدينا النجاح كل الأفكار متاحة وليها قمتها في كرة القدم طبعا أنا لي أفكاري الشخصية اللي أنا ما فتنزلش عنها لي الخطة بتاعتي وفيه طبعا أسلوب لعبة بحاول أن أنا أطبقه في النادي الأهلي أكشنتها فيتوريز أتراز فيتوريز وي تيكولوش وده طبعا هيكون إن شاء الله الهدف بتاعه أن نحن بنحاول أن نكون منها فوز مع فوز ونقدر أن نحن برضو نحصد ألقاب من أجل النادي الأهلي وطبعا شفت في وقت ليل جدا أن فيه طبعا منافسة قوية ما بين المدربين وطبعا تعتبر زي مصاراة قوية جدا من أجل حصد الكب أو من أجل فوز بالألقاب كنت محسي الدولة تحاول مؤسسة في هذه المحضة كنت مزيد من المدربين لهذا المحضر في اليوم في ترسال الزبع لكن أجل فقد جدت أثناء بعض المدربين والاحتمال لإمكاننا الأجل حدث على حفاظة قوية وأحضرنا فيجمع الأحساس موسيقى هذه هي موسيقى منذ بلعبة موسيقى موسيقى هذا ما هدل من المعنى لذلك فالفتح موسيقى 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 لديه موسيقى لأن اللاعبين عملت كثير جداً وكذلك كانوا مركزين في الطلبات التي طلبها منهم المدرب. وأنا زي ما قلت كلهم ليهم أهمية عندي وأعتمد على الجميع. وأنا بحاول أوصلهم الرسالة دي وأعتقد أنهم تفهموا الرسالة أن الأمور ستكون ماشية بالشكل هذا. إذا كانوا يتحدثون جيداً وإن قلت كلهم يتحدثون جيداً وكذلك كانوا يتحدثون بشكل مهارب. ولكن أعتقد أنهم كثير جيدون للمباراة التي نفعلها في المباراة. وكذلك برضو إنهنا في برضو مازال بعض اللاعبين اللي ما شاركوش معانا كانوا على الدكة ولكن المدرم متأكد إنه هم اللاعبين على جاهزية برضو إنه هو وقت ما هيندهلوهم هيكون أداهم جاي جداً داخل المناء نحن الأداهمي على هذه التعليقات مع جداً جداً سيئة الحين تحيزية بدلًا وقت رسالة بالفعل كما تحبون بحراء اللاعبين على المساطة وحاولت وفارق كلها في الحالات وحاولت تحيزية السابق وحاولت يوم الأولى في عارض التعليقات وكتورت تحيزية السابقات وحاولت تحيزية السابقات لدينا أيضاً 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 لدينا واضح أنه لي قيمته في الدول التي هي خارج البرتغال ولكن هنا في مصر بردو أنا شفت مدربين محليين كويسين وكان طبعا من أهدافي أن أنا آجي هنا ومبسوط جدا في البلد وسعيد جدا بوجودي في مصر وأحب جدا المصريين الحمد لله يمكن الظروف كانت في صالحي أن أنا أكون موجود هنا وأهدافي تعتبر سهلة جدا أول حاجة أن أنا أرد على السقة التي وضعتها فيها وإن أحضرتني هنا وأحاول أن أساهم من أجل أن الكورة المصرية تتطور شوية لأنه مواضح أن الكورة المصرية فيها قوة عالية وأنا أحاول أن أشارك في حاجة زي كده من أجل التطوير أن يكون كل يوم بيعدي مصر فيها لعبين بشكل أفضل وفيها كورة قدم بشكل أفضل أعلم شكرا